اشتركوا في القناة في ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وارسال المحاضر للجان العامة اكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية الانتخابات احمد بنداري انتظام سير عملية التصويت في كافة مراكز الاقتراع على مستوى الجمهورية في اليوم الثالث والاخير للانتخابات الرئاسية واكد المستشار بنداري خلال مؤتمر صحفي ان الاقتراع داخل اللجان الانتخابية يسير بشكل جيد ولا توجد اي معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية لافتا الى وجود اقبال كبير من الناخبين على المشاركة في التصويت اشادت للهيئة العامة الاستعلامات بالاداء المهنية الذي يقوم به مراسل وسائل الاعلام العالمية في تغطية الانتخابات الرئاسية وقال رئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان ان غرفة العمليات المركزية بالهيئة تتابع على مدار الساعة قيام المراسلين بعملهم الصحفية وتوفير التسهيلات لهؤلاء المراسلين الذين بلغ عددهم 528 مراسلا يمثلون 110 مؤسسات اعلامية بين الصحف ومجلات ووكالات انباء ومواقع اغبارية وقنوات تلفزيونية وينتمون الى 33 دولة من مختلف قرات العالم واضاف رشوان ان عمليات الرصد التي تقوم بها غرفة العمليات المركزية بالهيئة لم تطلق اي شكاوى حتى ظهر اليوم بشأن اي عقبات تواجه هؤلاء المراسلين في اداء عملهم استقبل وزير الخارجية سامح شكر رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والكوميرسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية حيث اعرب وزير الخارجية عن ترحيب مصر بقيام الاتحاد الافريقي والكوميرسا بارسال بعثة مشتركة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وهو الامر الذي يؤكد على عمق العلاقات بين مصر والمنظمتين الاقليميتين والذي عكسه الحرص على افادة تلك البعثة المشتركة لمتابعة هذا الاستحقاق الدستوري الهام هذا وقامت البعثة المشتركة المشكلة من 69 متابعا بزيارة عدد من مقار اللجان الانتخابية بعدة محافظات أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التعاون مع دول حوضنين يمثل أحد أهم ثوابة العمل المصري الافريقي المشترك خاصة في ظل ما تمتلكهم مصر من إمكانات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات بما يسهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة التي تعود بالنفع على القارة الافريقية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس المخابرات العامة ووزير الموارد المائية والري حيث تابع الرئيس السيسي مستجدات أنشطة التعاون في مجال الري والموارد المائية مع دول حوض النيل خاصة ما يتعلق بخزنات حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية فضلا عن مشروعات تطهير المجال المائية والحماية من أخطر الفيضانات وكذا إنشاء المراسل النهرية بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع مسؤولي الفرع الطبية بجامعة تكساس سيستم الأمريكية سبل التعاون المشترك في مجال البحث العلمي بقطاع الرعاية الصحية مع الجانب المصري ممثلا في جامعة باديا الخاصة وخلال الاجتماع دعا رئيس الوزراء إلى الإسرائي في تنفيذ المركز البحثي بين جامعة باديا وجامعة تكساس سيستم في أسرع وقت مؤكدا دعمه الكامل لتسريع الإجراءات الخاصة بإنشاء هذا المركز وأضاف مدبولي إلى أن الحكومة المصرية لديها اقتناع تام بأن القطاع الخاص يقوم بدور رئيسي في مجال البحث العلمي مشيرا إلى التوسع في إنشاء المزيد من الجامعات والمركز البحثية كما أعرب مدبولي عن تطلع مصر إلى بناء المزيد من الجامعات لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب التي تلتحق بالجامعات المصرية سنويا أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابية الذي وقع في إقليم خيبر بختو نوخا شمال غرب باكستان وأصفر عن مقتل وإصابة عدد من الضحايا وأعربت مصر حكومة وشعبا عن خالص تعذيها وصدق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الشقيقة في هذا المصاب وكما جددت مصر موقفها الراصخ الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب ودعوتها لكافة الدول لتكفيف منابع تمويل الإرهاب أو توفير ملازم آمن لتنظيمات أو العناصر الإرهابية ختم موجز الرابعة وعودة مرة أخرى إلى زميلة ليلة عم